موضوع التربية الجنسية من أهم المواضيع في تربية الأطفال يعني نحن مثل ما نهتم في التربية الإيمانية ونهتم في التربية الأخلاقية والسلوكية ونهتم في تعليم عيالنا ونعلمهم مهارات الحياة لازم نهتم في التربية الجنسية أكبر خطأ يقع فيه الآباء والأمهات أنهم يظنون لما نتكلم عن التربية الجنسية معناها نتكلم عن العلاقة بين الرجل والمرأة لا العلاقة بين الرجل ومرأة شيء والتربية الجنسية شيء ثاني مفهوم التربية الجنسية أكبر من أن تكون العلاقة الزوجية في الفراش وبالتالي لما نتكلم عن التربية الجنسية نحن نبدأ مع الأطفال من عمر سنتين وخاصة نحن عندنا في خطة معين وخدمة معين التربوية طيب الحين أنا عندي طفل عمره أقل من خمس سنين شلون ممكن أبدأ معه التربية الجنسية في مجموعة أفكار ومجموعة إجراءات وتصرفات لازم أنا أسويها مع الطفل مثلا رقم واحد لازم أعلمهم مصارحة الوالدين في كل شيء يشوفونه في الحياة يعني أي موقف يسير للطفل لازم يسولف ويتكلم معه موبو ليش أنا مهم عندي أربي الطفل على أن يخبر والديه لأنه لو قدر الله باتشر تعرض لموقف سواء من صديق عنده ولا عاملة ولا في حضانة ولا في مدرسة على طول لازم يبلغ الأم والأبو فأبدي أنا أغرس فيه هذا السلوك هذا واحد أثنين الشيء الثاني لازم أعلمش الفرق بين اللمس الحسن واللمس السيء يعني لما ألمس هنا لمس حسن ولا سيء طيب هنا لمس حسن ولا سيء هنا لمس حسن ولا سيء بعدين منه اللي يلمس أي واحد يقدر يلمس ولا بس الأب والأم هذه معلومة مهمة طبعا في بعض الأطفال اللي أقل من خمس سنين ممكن لما أنا أتكلم معهم بعضهم ممكن ما يركز أو ما يفهمني فما في مانع أني أستعين بالرسومات أو بالصور أو بالتمثيلية أمثل حتى هو يفهم الفكرة أنه ما يخلي أي واحد يلمسه أو يلمس جسده طبعا في نقطة هنا مهمة دائما تتكرر أن شي يقولون في التربية الجنسية خل الأباء والأمهات يربون العيال على جملة جسدي ملكي طبعا هذه الجملة هي مخالفة لاعتقاداتنا وثقافتنا الإسلامية لأن الإنسان ما يملك جسده المسلم لا يملك جسده ولهذا نحن عندنا في الشريعة الإسلامية حرام الإنسان يعذب جسمه وحرام الإنسان ينتحر لو كان جسدي ملكي كان يصار المنتحر حلال طيب إذن شا نحفظ عيالنا نحفظهم ما نحفظهم جسدي ملكي نحفظهم جسدي أمانة من ربي هذا الجسد هو أمانة من رب العالمين الله عز وجل عطاننا فأنا لازم أربيهم على هذا المفهوم وهذه التربية هي جزء من التربية الجنسية الفكرة الرابعة أني أنا أعلم الطفل ما يصادق طفل أكبر منه يعني إذا عمره أربع سنين ما يصادق ستة وسبعة وثمانية أو يصادق عشرة إذا عمره خمس سنين ما يصادق تسعة أعلم ابني أو بنتي ما يصادقون اللي أكبر منهم لأنه خاصة في الأعمار هذه وارد أني تكون فيه لمسات مثلا سيئة أو يكون فيها تحرش لا قدر الله فمن الآن أبدي أنا أربي وأعلمهم وهذا جزء من التربية الجنسية من الأفكار وهذه ما زلت أنا في الأعمار اللي أقل من خمس سنين من الأفكار أني أنا علمه أنه أي شخص غريب يطلبك أو يقول لك تعال أو بعطيك شيء ما تستجيب له من الأفكار كذلك أنه ما يخلي أي شخص يسأل أسئلة فيجاوبه إذا هذا الشخص ما يعرفه شوفوا أنا الحين ما قعد أتكلم معكم في العلاقة نفسها أنا قعد أتكلم في أشياء لها علاقة في حماية الطفل وخاصة لأقل من خمس سنين وبالمناسبة نسبة التحرشات الجنسية عالية جدا على مستوى العالم والتحرشات الجنسية مم بس جسدية أحيانا يكون تحرش إلكتروني وأحيانا يكون نوع من أنواع التوجيه فأنا مهم جدا أولا أخلي عيالي يعني قريبين مني وتحت إشرافي وأنا أكون حواليهم من غير ما أحسسهم أني أنا خايف عليهم كأني أوسوس انتبه وترى هذه خطرة لأنه أنا لازم أربي الطفل أنه يعتمد على نفسه وأنه يعرف شون يتصرف مع الآخرين فالتربية هي صيرة وسطية ما بين أني أنا أعطي معلومات أدرب عليها وبنفس الوقت أحاول أنا أبتعد وأقرب وأشوفها من بعد هذه بالنسبة حق الأطفال اللي أقل من خمس سنوات طيب الطفل الحين أكبر من خمس سنين إلى عشرة خنقول من خمس إلى عشرة شنو في عندي إجراءات أو تصرفات في التربية الجنسية لازم أنا أربي عليها الخطوة الأولى أني ما أتركهم لوحدهم يعني ما أتركهم مثلا فترات طويلة في مكان ألعاب ولا في السوق ولا في البيت حتى في البيت ما أتركهم وبروحهم فترات طويلة هذول اللي أعمارهم من خمسة إلى عشرة الخطوة الثانية أسولف معاهم وأتكلم معاهم في النظافة في أحكام الطهارة تعرفون من خمسة إلى عشرة وهني بدأ عندي تدريب للصلاة والوضوء وبدأ عندي الاغتسال وبدأ عندي أني أنا أبيلة شنو الشي الطاهر وشنو النجس هذه كلها معلومات في التربية الجنسية الشي الثالث أنه لما يغير ملابسه أو يفسخ ملابسه لازم أعلم أنه يفسخ ملابسه في مكان مغلق ما يكون مكان مفتوح أو مكشوف أو الناس تشوفه لا يكون في مكان مغلق ويكون مكان مستور الإجراء الرابع ما أترك ولدي ولا بنتي أولا يدخلون إلى غرفة العاملة أو العامل لو كان عندي في البيت خادم أو سايق أو خادمة ما يدخلون غرفتهم ولا يطلعون معهم بروحهم يعني يركب السيارة مع السايق بروحه لا أو يطلع مع الخادمة مثلا بروحه لا أبدا أحاول أنا أحمي من أي إنسان غريب حتى لو كانت المربية أو الخادمة الموجودة أو العاملة في البيت والله أنا أعرفها صار لي عشر سنين أو خمست عشر سنة ترى أنا عندي قصص لو أقولها لكم أنتوا رح تستغربون في تحرشات جنسية وفي تعليم جنسي للأطفال الصغار وهدولي أولادنا وأولادنا أمانة ما هم هنا فكل ما أكون أنا قريب منهم أفضل وكل ما أعلمهم حماية أنفسهم أفضل من الإجراءات أنه لما يكون عندهم ألعاب خاصة البنات تصير عندها دمية أعلمها إذا بتفسخ هذه الدمية بتفسخ ملابسها ما تفسخ ملابسها في مكان مكشوف أقول لحظة 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 خنطف الأنوار أو نسوي لها مكان مثل غرفة تبديل وندخل الدمية فيها ونغير ملابسها مثلا أو ندخلها في مكان ونسكر الباب ونغيرها ملابسها منها أعلمها الستر ومنها أدربها لأنها حتى ما تفسخ ملابسها في أي مكان وبالنسبة للولد نفس الشي هذه التربية هي للذكور والإناث من النقاط المهمة خاصة للبنات أن يلبسون لبس ساتر وفي حديث حقيقة جميل النبي صلى الله عليه وسلم والرحمة الله المتسرولات يعني الطفلة حتى لو كانت صغيرة اللبسها شي طويل لأنه أحيانا تلعب تحرك ريلها ملابسها ترتفع فوارد أن ملابسها الداخلية تنكشف فلازم إذا نلبسها شي يسترها حتى لما تكون تلعب أو ملابسها الداخلية لو انكشفت ما حد يشوف شي لأنه لابسها شي ثاني فوق الملابس الداخلية يسترها أكثر ما زلت أنا أتكلم من خمسة إلى عشر سنوات هنا عاد نبدأ في موضوع الفصل بين الذكور والإناث في المبيت وهذه نرشح أن تكون بعد عمر سبع سنوات طبعا لو كان السكن فيه إمكانية وكان فيه فرصة نخلي البنات بروح ينامون والإصبيانة بروح لأنه بعد السبع سنوات خلاص رح ندخل مرحلة البلوغ بعدها بالتسعة والعشرة والهدعش فلما نفصلهم يكون أفضل طبعا على حسب إمكانية الأسر وعلى حسب إمكانية البيوت من الأمور المهمة اللي هو أن علمهم ينامون على الكتف الأيمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم شون كان ينام أول ما ينام يحط إيده على خده إيده اليمين وينام على كتف الأيمن ليش هذه مهمة؟ هذه مهمة حتى الأطفال ما ينامون على بطنهم وحتى ليس عندهم حركات وبالتالي تهيئات أو خيالات وتعرفون اليوم ترى الرسوم المتحركة والكارتون والسوشال ميديا مو مخلية شيء ولا مخلية أحد حتى العلاقات الجنسية مدخلينها على كارتون حق أطفال عمرهم سنتين وثلاث سنوات ولذلك إحنا لازم نكون حريصين من الصغر واشتون ربي عيالنا التربية الجنسية بحسب الأعمار في سؤال مهم هنا كيف نحمي أولادنا من التحرش الجنسي وخاصة الأعمار من خمسة لعشرة لأنه تعرفون يدخل المدرسة يلعبون مع أصدقائهم ووارد هنا التحرشات تماما وارد فكيف نحميهم في ثلاث خطوات دائما ندرب فيها الطفل ونعلمه مخالف وأنا أقول لكم أنا قصتي مع ولدي أنا علمتها في هذه الطريقة بابا إذا أحد إياك ينزع ملابسك ولا بيلمسك ولا بيقرب منك شا تسوي أنا كنت أقول له فكنت أقول له عليك ثلاث خطوات الخطوة الأولى لازم تصرخ في صوت عالي طبعا وندربهم ها ندربهم أقول له يلا واحد ادنين ثلاث أصرخ أقول له لا لا أرفع 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 صوتك أرفع صوتك أرفع 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 أدربه طبعا ليش يصرخ علشان لي بيتحرش فيه يخاف وعلشان لو في أحد حوالينا يسمعون الخطوة الثانية أركض أركض بسرع على توقع الخطوة الثالثة تشوف أي شخص كبير تقول له إفلان هذا بيفسقني ملابسي إفلان هذا يبي يمسكني إفلان ها فهي ثلاث خطوات الصراخ والجري الركض وإخبار شخص كبير هذه الثلاث خطوات لازم ندرب فيها الأطفال ونذكرهم بين فترة والثانية ونعلمهم ندخل الآن للعمر عشر سنين الآن خلصنا أقل من خمسة وخلصنا بين خمسة وعشرة الآن ندخل من عشرة إلى خمستعش من عشرة إلى خمستعش في تقريبا أربع أو خمسة خطوات مهمة في التربية الجنسية الأمر الأول نبدأ هنا نسولف معهم في حدود التعامل بين الصبيان والبنات حدود التعامل بين الذكور والإناث يا بابا تقرب ولا تبتعد وندربه على المسافة أنه ما يصير تلصق بالبنت ما يصير تتكلم ما يصير تمسكها ما يصير يعني لما تلعبوا إياها تروح لأن أحيانا في بعض المدارس المختلطة شو صير يصير لعب ويصير مسك بين شباب وبنات وعمارهم عشر سنين هنا أنا لازم أنبه الولد ونبه البنت ما تلمسون بعض وتكون بينكم مسافة ولما تتكلمون مع بعض تتكلمون بطريقة معينة وحتى لو تواصلتوا من خلال الهاتف أو السوشال ميديا يا بابا في أمور لازم تحترمها موضوع الصور موضوع الكلام أبدي أدخل بالتفاصيل وهذا جزء من حماية التربية الجنسية لأننا تعرفون من عمر عشر سنين يبدأ الشاب والفتاة الشيء نسميه حب المراهقة يبدون يملون لبعض يصير فيه إعجاب يصير فيه حب وبالتالي هنا أنا لازم يتبدي عندي التربية الجنسية اللي هي التربية على العفة والتربية على الحياة الأمر الثاني هنا لازم أسولف عن العلاقة بين الصبي والصبي والعلاقة بين البنت والبنت اللي هو الشذوذ الجنسي وشلون يكون وليش ولازم أضرب أمثلة يعني أنا أستغرب من بعض الآباء والأمهات أولادهم عمرهم عشرة و 11 و 12 وإلى الآن ما كلموهم في شيء اسم التربية الجنسية ولا كلموهم عن الشذوذ ولا كلموهم عن مراحل البلوغ يقول لك إحنا ما تعلمنا ما تربينا كا والله أنا تربيت في بيت لا أبوي قال لي ولا أمي وخلص وتعلمنا مع الحياة لا الدنيا اليوم تختلف والزمن اللي قاعد نعيش اليوم زمن صعب وزمن يختلف عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر يقع فيه فلازم أنا أدرب العيان وأعلمهم وأقول لهم شن الصح وشن الغلط الشذوذ الجنسي أسولف فيها قصة لوط عليه السلام وقوم لوط والمنكر اللي كانوا يسوونه أتكلم فيه بالتفصيل حتى يفهمون الأولاد والبنات فما يقعون في هذا الغلط الشي الثالث أني أتكلم عن ما يعرض بالإنترنت وما يعرض بالسوشال ميديا وما يعرض بالشاشات وهني عاد لازم الأباء والأمهات يكونون صراحة عندهم وعي وعندهم فهم وإذا ما عندهم لا الوعي ولا الفهم ممكن يستعينون بالخالة بالعمة بالخال يعني يستعينون بأصدقائهم يسولفون مع عيالهم بحيث أن ما ينغشون ولا ينخدعون بما يعرض في الأنترنت هذه الخطوة الثالثة في التربية الجنسية للأعمار قلنا من 10 إلى 15 الخطوة الرابعة هنا نبدأ في الحديث عن علامات البلوغ ما هي علامات البلوغ بالنسبة للشاب وما هي علامات البلوغ بالنسبة للفتاة في هذه المرحلة مهم جدا أدرس لعيال الشباب والبنات صورة النور لماذا؟ وخاصة البنات لماذا صورة النور مهمة؟ صورة النور في القرآن نسميها صورة التربية الجنسية لماذا؟ لأن فيها مجموعة قيم سجلوا معي شوفوا القيمة الأولى الحجاب والحجاب جزء من التربية الجنسية والحجاب موجود في صورة النور الشيء الثاني مفهوم المحارم شون يعني محارم؟ شون يعني محرم؟ هذا المفهوم لما أنا أشرحه حق عيالي لأولاد والبنات هذا مفهوم لعلاقة بالتربية الجنسية والمحارم مفصلة في صورة النور المفهوم الثالث غض البصر في صورة النور المفهوم الرابع الزنا موجود في صورة النور المفهوم الخامس آداب الاستئذان إذا الطفل يدخل على أمه وأبوه في غرفة النوم شون يستئذن؟ كم مرة يستئذن؟ هذا موجود في صورة النور حد القذف إذا الإنسان اتهم الآخر بالزنا شنو هالجريمة وشنو عقوبتها؟ موجودة في صورة النور الزينة زينة المرأة وهذه جزء من التربية الجنسية موجودة في صورة النور الزواج كذلك موجود في صورة النور والزواج هو في الأصل علاقة جنسية أنه يحق أنه كثير من المفاهيم أحياناً يرتكب الإنسان الخطأ وبعدين يتوب إلى الله هل الله يتوب عليه؟ وهذا مفهوم ترى مهم في التربية الجنسية لأنه وارد الشباب والبنات في مرحلة البلوغ يرتكبون أخطاء جنسية وارد يشوف لا قدر الله صورة ولا فيلم ولا يمارس شيء معين يقع في الخطأ يعني جزء من تربية جنسية لازم أعلم الأولاد والبنات التوبة إلى الله الاستغفار الندم لأنه وارد أنه معرض يقع في الخطأ وإذا وقع في الخطأ لازم يعرف أشلون يتوب الآن أنا من ولادة الطفل إلى عمر خمس سنين هذا هو المنهج في التربية الجنسية وعطيتكم معاه مجموعة أفكار وخطوات اللي أنا أطلبه الآن من الآباء والأمهات يكون عندهم معين ويعرفون شو يتحاورون مع عيالهم ويعرفون شو يوصلون هذه المعاني لهم إذا ما تقدر أنت شخصيا تربي ولدك وتوصل له المعاني استعين بشخص تثق فيه قد يكون أخوك أختك أمك أبوك صديق مربي فاضل المهم هذه المعلومات لازم توصل للأولاد ولازم توصل للبنات حتى نساعدهم في حماية أنفسهم ترجمة نانسي قنقر